اهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار نستهلها بالخبر الوطني حيث اعتبرت ملطة مخططة الحكمية ذاتية الذي تقدم به المغرب سنة 2007 بمثابته مساهمة جدية وذات مصدقية في المسلسل السياسي الذي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة من أجل الدفع قدما بهذا المسلسل نحو تسوية نهائية لقضية الصحراء نتابع تفاصيل في التقرير التالي ضمن إعلان مشترك صدر عقب المباحثات التي أجرها بالرباط كل من وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغربات المقيمة بالخارج السيد ناصر بوريطا ووزير شؤون الخارجية والأوروبية والتجارة المالطي السيد أيان بورغ اعتبرت ملطة مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب بمثابة مساهمة جدية وذات مصدقية في المسلسل السياسي الذي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة من أجل الدفع قدما بهذا المسلسل نحو تسوية نهائية لقضية الصحراء كما أشهدت جمهورية مالطة بنفس المناسبة بالإصلاحات الكبرى التي أطلقها المغرب في مختلف المجالات تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إن الإصلاحات التي قام بها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس تجعل من المملكة شريكا مرجعيا وذا مصداقية وقطبا للاستقرار في المنطقة ولا يفتون أن أنوه بالدور الذي يضلع به المغرب كفاعل لفائدة السلم والتفاهم بين الأمم واتفق الوزيران بالمناسبة على الطابع الحصري للأمم المتحدة على المسلسل السياسي وجددات تأكيد على دعمهما للقرارين الصادرين عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذين يؤكدان على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومقبول أكيد أن هذه الزيارة التي تقومون بها معالي الوزير ستفتح أفق جديدة لعلاقاتنا التنائية في كل مجالات نشيل كذلك بالموقف البناء لمالطا من قضية الصحراء المغربية في إطار الدينامية الحالية التي يعرفها هذا الملف على المستوى الأممي وفي إطار المجهودات التي يقوم بها السيد ستيفان ديمستورا واجددت المملكة المغربية وجمهورية مالطا بالمناسبة تأكيد على التزامهما بتعميق تعاونهما لاقتصادي والتجاري كما دعا البلدان إلى اغتنام الفرص التي تتيحها سلاسل القيام الجديدة وفي هذا الإطار اتفقت طرفان على عقد الدورة الثانية للجنة المشتركة المغربية المالطية وهي مناسبة سانحة لإعطاء دفعة قوية للعلاقة الثنائية من خلال استكشاف مجالات جديدة للتعاون خاصة وأن البلدين يعتبران بوابتين للقارتين الإفريقية والأوروبية ننتقل إلى تنجا حيث أغطيت الانطلاق لعملية مرحبة 2023 والتي ستستمر على طول ثلاثة أشهر ونصف لغاية الخامس عشر من شتنبر وفي هذا الإطار كدت دارة ميناء تنجا المتوسط للمسافرين أن الميناء جاهز لاستقبال مغربة العالم في إطار هذه العملية سكينا مسوية في المتابع ميناء تنجا المتوسط للمسافرين يتخذ كل الإجراءات الضرورية واللازمة لضمان استقبال جيد للجالية المغربية المقيمة بالخارج في إطار عملية مرحبة 2023 هي إجراءات مواكبة في جميع مرافق الميناء وذلك بغية ضمان عبور سلس عبر الميناء ميناء تنجا المتوسط للمسافرين جاهز لاستقبال ومواكبة مغاربة العالم خلال عملية مرحبة 2023 تم توفير هذه السنة واحد الأسطول البحري لنقل حوالي 40 ألف مسافر و10 ألف سيارة يوميا تخصيص ميزانية تقدر بـ 80 مليون درهم لتحسين البنية التحتية المينائية والخدمات المخصصة للمسافرين كما أن إدارة الميناء تعمل بالتعاون مع كل المتدخلين والفاعلين تحت إشراف مؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل إنجاح هذه العملية عملت المؤسسة على تعبئة كل الفرقاء وكذلك مواردها وإمكاناتها اللوجستية والبشرية لإنجاز العملية بشكل جيد تعلق وطيد للجالية المغربية بأرض الوطن تقابله إرادة قوية للمسؤولين في ميناء طنجا المتوسط للمسافرين كل من موقعهم من أجل ضمان عودة مغربة العالم للمملكة في ظروف جيدة إلى رباط هذه المرة حيث فعليات الدورة الثامنة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب متواصلة بفضاء ولم سويسي ولتسليط الضوء على فعليات هذه التظاهرة تنضم إلينا مباشرة من عين المكان مفادة إنفانتكات الزميلة وداد بن موسى وداد مرحبا بك ما جديد المعرض الدولي للنشر والكتاب في هذا اليوم الخامس أهلا مريم طبعا العديد من التظاهرات التقافية هنا في المعرض الدولي في دورته الثامنة والعشرين ولكن يمكننا أن نركز على حدث ثقافي رفيع وهو الاحتفاء بالشاعر والمناضل الأستاذ عبداللطيف اللعبي الذي أصدر أربع كتب دفعة واحدة ويحضر بها خلال هذه الدورة وقد تم الاحتفاء بالشاعر وكذلك تقديم هذه الإصدارات الجديدة ربما نتحدث أيضا عن رواق خاص بالرائدة الراحلة فاطمة المرنيسي هذا الرواق الذي يعرف العديد من الأنشطة وهو رواق بشراكة بين وزارة الثقافة وبين كرسي فاطمة المرنيسي وكذلك مؤسسات أشهام هذا الرواق يعرف طبعا شهادات عن الراحلة تقديم كتبها وكذلك نقاشات وحوارات داخل الرواق حول هذه الأعمال هذه السيدة التي تركت بصمة خالصة في المشاهد الثقافي والفكري العالمي بحضورها الوازن دوليا ربما كذلك نتحدث عن العديد من الأنشطة داخل الرواق مقاطعة أكيبك بكندا والتي طبعا تحضر كضيف شرف هذه الدورة داخل الرواق هناك العديد من الأنشطة وزوار وجمهور يحضروا كل يوم لقاءات فكرية ثقافية إبداعية داخل هذا الرواق العديد من الأرواق يعني تقترح على زوار المعرض حفلات توقيع لكتابها وكذلك في رواق وزارة الثقافة مثلا على سبيل المثال يوقع الشاعر جمال بودومة جديد إصداره عن دار فاصلة للنشر في اليوم الخامس من المعرض هل يمكن الحديث عن مؤشرات نجاح تعرفها دورة هذه السنة؟ بكل تأكيد ربما نلمس ذلك من خلال عدد الزوار التي تتوفد يوميا على هذا الفضاء ربما داخل الأرواق نشاهد كل الفئات العمرية التي تحضر بكتفة للأنشطة التقافية وكذلك تحضر من أجل أن تتبادل وجهات نظر مع المفكرين والمتقفين الحاضرين بجديدهم والحاضرين أيضا بلقاءاتهم الفكرية ويحضر معي خلال هذا اللقاء المباشر أستاذ حميد عبو مدير دار نشر الفاصلة ليتحدث لنا عن هذه الدورة أستاذ حميد عبو لو سمحت هل يمكنك أن تحدثنا عن هذه الدورة الثامنة والعشرين نشر والكتاب؟ شكرا على الاستضافة تظن بأنها الدورة الثانية التي تجري بمدينة الرباط وهي ناجحة بكل مقاييس عن المستوى التنظيمي وعن المستوى الحضور للزوار كذلك تنوع المادة المقترحة للزوار والجمهور المتعطش إلى التقافة وإلى لقاء المتقافين بحيث أن نتلقى برماجة بجميع اللغات أولا باللغة العربية بخصوصا وكذلك باللغة الفرنسية وهذا يعني يدل كذلك على أنه المعرض من دورة إلى دورة هو في تحسون وخبع التخوفات التي كانت في البداية من نقلهم وهذا النقاش الذي عرفه هو الأوساط المعنية بالكتاب وبالنشر نعم أستاذ حميد عبو تحضر دار فاصلة طبعا ضمن العارضين في هذه الدورة ربما تحدثنا عن عدد العنوين التي أصدرتها منذ بداية السنة هذه الدار إلى الآن الدار ستحتفل بالعشرية الأولى السنة القادمة يعني 2024 إلى حدود ساعة أصبحنا في مقدورنا أن نصدر 30 عنوان ما بين عربية وفرنسية وهذا في حدثته تحدي بحيث أنه وخاصة ربما المحور الأساسي للدار هذه السنة وحتى في السنوات القادمة هو الترجمة ترجمة الكتب من العربية إلى الفرنسية أو من الفرنسية إلى العربية أولا بين المغاربة أنفسهم بحيث أن هذه السنة ترجمنا على الأقل أربعة كتب روائية من الفرنسية إلى العربية فؤاد العروي حاضية بحصة الأسد في هذه العملية ترجمنا مفي فو دي باراشيوتيست و لا فيي دام دي غياد ترجموا إلى العربية كذلك ليلى بحسين لوسيال سونو با ترجم إلى العربية من طرف المترجم ساعد عهد وكذلك داري بالدف الذي يعد خلق جيد الذي ترجمه كذلك للعربية كأن ترجمات مقترحة في المستقبل وهذا ربما سيكون محور الدار الأساسي التي تشغلوا عليه ترجمت الأدب الأفريقي إلى اللغة العربية في يعني كمساهمة من دار النشر الفاصلة الإلتفات حول هذا المد الكبير العظيم الذي تعرفه الأدب الأفريقي وخاصة في الضرفي يعني من يعني كي نشغال حول مجموعة قضايا تهمونك أفريقا وربما الأدب باستطاعته أنه يلم أطراف ويجعلهم حول مائدة مستدرة وكذلك يعني يعني هو توجه مغربي رسمي وشعبي ومدني وكذلك شكرا لك أستاذ حميد عبو كنت معنا مباشرة على قناة إنفاندكات شكرا ونتمدى للدار كل التوفيق شكرا ألم مريم إذن من وداد بن موسى مفادة إنفاندكات إلى المعرض الدولي لينشر والكتاب بالرباط كنت معنا مباشرة شكرا جزيلا على كل هذه المعطيات والتوضيحات ودائما في طريف عاليات الدورة الثامنة والعشرين للمعرض الدولي لينشر والكتاب بيا رباط وبرواق فاطمة المرنيسي هذه المرة تم تقديم نظرات متقطعة حول مؤلفات وأبحاث عاملة الاجتماع والكاتبة البارزة الراحلة فاطمة المرنيسي المزيد مع صفي عسمن باحثون وأكاديميون مغاربة قدموا نظرات متقطعة حول مؤلفات وأبحاث عاملة الاجتماع والكاتبة البارزة الراحلة فاطمة المرنيسي وذلك في إطار فعالية الدورة الثامنة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب اللقاء الذي احتضنه رواق فاطمة المرنيسي تناول خلاله الباحثون الأفكار والقضايا الكبرى التي تناولتها الكاتبة الراحلة في أعمالها بما في ذلك النسوية والإسلام والحداثة والفردانية مصار فاطمة المرنيسي مميز بوجود ثلاث لحظات مهمة بدءا من اتباعها في أعمالها لخطاب استشراقي ثم خطاب ما بعد استشراقي وأخيرا توجهها نحو مناوء للاستعمار وأكد بعض المتدخلين في هذا اللقاء أن فاطمة المرنيسي قد أبرزت في كتب مثل أحلام النساء والخوف من الحداثة الإسلام والديمقراطية وشهر زاد ترحل إلى الغرب أبرزت مدى أهمية مفاهيم الفردانية والتفرد في الحياة العائلية للمغاربة مشيرين إلى أن الراحلة كانت تتابع أيضا قضية تحرر المرأة عبر التاريخ من القيود والضغوط العائلية التي تمنعها من تعزيز صفاتها الفردية نتابع الآن مشاهدنا بالأخبار الدولية حيث تسبب تفجير استدفى سد كخوفكا في جنوب أوكرانيا اليوم في فيضانات وأثار مخاوفها بشأن محطة زاباروجيا لأطاقة نووية في وقت تتبادل كييف وموسكو الاتهامات بتحمل مسؤوليته ويقع سد كخوفكا كما محطة زاباروجيا لأطاقة نووية التي تستخدم مياهه لتبريدها في منطقة خريسون جنوبية أوكرانيا وعقب الحادث أكدت الوكالة الدولية لأطاقة الذرية أنه ليس هناك خطر نووي آني في محطة زاباروجيا موضحة على تويتر أن خبراء الوكالة الموجودين في الموقع يراقبون الوضع عن كسب ونبقى دائما في جديد الملف الروسيال أوكراني حيث أعلنت أوكرانيا تحقيق مكاسب قرب مدينة بخموت التي شهدت دمارا كبيرا في شرق البلاد مقاللة في الوقت ضدته من حجم الأعمال الهجومية التي شنت في أماكن أخرى على الجبهة في حين أكدت روسيا أنها صدت أهجمات كبيرة التفاصيل في تقرير بدرزايو أوكرانيا تعلن إحراز ما أسمته نجاحات قرب بخموت الرئيس الأوكراني فولودو مرزيلنسكي أشاد بمكاسب ميدانية حققتها قواته قرب مدينة بخموت في شرق أوكرانيا وسخر من رد الفعل الذي أسمه بالهستير لموسكو التي أعلنت صد هجمات واتعة النطاق كان مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايل بودولياك قال في تغريدة سخرة أن روسيا منشغلة بالفعل بشكل نشط في صد هجوم شامل لم يحصل بعد وما زال قطاع بخموت وفق كييف محور العملية القتالية بعد أن كان مصرحا لأطول معركة في هذه الحرب وأكثرها دموية وقالت موسكو إنها سيطرت عليه في مايو بالمقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسي صد هجمات على خمسة قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب منطقة دونتسك في صباح الرابع من يونيو وأشارت لأن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة بالقرب من بلدة نيسكوشني الواقعة في منطقة دونتسك وفي بلدة نوفوداريفك الواقعة على الحدود بين هذه المنطقة نفسها وجنوب سابوريجيا وصلنا مشاهدينا لعنهاية النشر لكن تغطيتنا مستمرة لأبرز الأخبار بعد قليل نلتقي في مجازن لهم الأنباء في أمان الله موسيقى